في حلقة اليوم دواء ضد الإشعاع سوف أتكلم عن كيف تحمي نفسك خارج المنزل وداخل المنزل وعند خروجك الإجبارة في فترة التسريب الإشعاعي النووي سوف أتكلم عن الذعر والهلع والخوف وكيف يدمر صحتك وحالتك النفسية تحب تتعرف على هذا الموضوع؟ تابع الفيديو مرحبا تابعي العزاء ومشاهدين الجدد مرة أخرى حيكم أينما كنتم معكم دكتور فراسي العلي في الحلقة السابقة تكلمت عن السرعة التي يتحرك بها أو تتحرك بها التسريبات الإشعاعية النووية وأتكلمت عن أن يوجد بعض المؤشرات على ذلك وهي ليست ملزمة يمكن تصير ويمكن ما تصير في الحلقات السابقة تكلمت عن كيف تعرف وجود نشاط إشعاع الزايد في منطقتك أيضا موجود كله على القناة يمكن مشاهدتكم قبل ما أبدأ فيديو اليوم أود أن أشكر جميع من يدعم هذه القناة ويساندها بالكلمة الطيبة بالتعليق أقرأ جميع تعليقاتكم وأنا شاكر لكم جدا لدعمكم لهذه القناة لتواجه بعض الصعوبات وبعض الضغوطات للأسف اليوم دعونا نتكلم عن هذه المواضيع بطريقة سريعة أول نقطة نتكلم عن الذعر والخوف الذعر والخوف هذا شيء سلاح قوي جدا يستخدم منذ العصور القديمة حتى مذكور أعتقد بالقرآن الكريم إذا أنا ما مخربط بالآية بما معنى أنه يعني يذب في صدرهم الخوف والرعب هذا الرعب والخوف يؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة جدا والرعب والخوف جربنا أثناء فترة جائحة كورونا فحبطت المناعة لماذا الذعر والخوف شيء غير جيد على صحتنا لأن جهاز المناعة عند الذعر والخوف تحبط المناعة وتقل مناعتنا وتتسلل الجراثيم والفيروسات وأمراض كثيرة لجسمنا لهذا لا يوجد داعي للخوف والذعر اللي أنا قاعد أشوفه على منصات التواصل الاجتماعي طب ليش دكتور خلينا فهمك ليش حتى كان يوجد تعليق الآن وجه له تحية إذا أنا ما مخربط باسمه والأخ اسمه أنا سأعتقد يقول لي دكتور على ما تنزل الحلقة التالية كيف نحمي نفسنا من الداخل البيت وخارج البيت رح نكون ذائبين يعني يمزح ويعني يقول لك أنه ما رح يكون عندنا وقت إخواني الكرام نحن نتكلم عن آثار التسريبات الإشعاعية وليس عن حصول انفجار نووي في منطقتك هذا شيء ولا نتكلم عنه شيء آخر يجب التفريق بين هذه الأمور نحن نتكلم عن حدث تسريب إشعاعي بعيد عنكم يعني نتكلم عن أقرب المناطق أعتقد أن الدول العربية تبعد لا يقل عن 800 كيلو وهذا ليس انفجار نووي خارجي هذا بالداخل يوجد تسريبات نحن نتكلم عن تسريبات فلا داعي للقلق والذعر والخوف لماذا أنت تخاف؟ لماذا؟ يجب أن تهيئ نفسك إخواني الكرام نحن يعني يجوز أطول شوية بالفلسفة لكن لكي أنت الذعر يطلع منك أنت لازم تهيئ حالك للانتقال إلى مرحلة أخرى وهي الموت أكيد تقول لي دكتورو كيف تهيئ نفسك؟ مهيئ نفسك ببكج أو بحمولة جيدة تكون معاك من العمل الصالح الأذكار الاستغفار عمل الخير مساعدة الغريب مساندة القريب عدم النميمة جميع هذه الأمور كلها فعل الخير هذا اللي رح تأخذ معاك هذا اللي أعمله أنا على القناة ما هو الهدف أنا راحل يوما ما وكلنا راحلين هذا يظل الناس تقول بارك الله بيه والله يرحم فإن تستعد لا يوجد داعي لأن كلنا رايح فإن تكون ضعب شخصيا أنه الموت حق هاي أول شيء ثاني شيء ما حد رح ينفذ منه هي الحقيقة الوحيدة الموجودة على الأرض فإن تكون مرتعب وما شاء الله إيمانكم يجب أن يكون جيد فما يوجد داعي كل شيء يهسكم وترجفوه تصيروا تكتبوا تعليقات أنه الخوف والذعر وخايف والموت مرة واحدة هي وهو حق فابعد عن هذه الأمور قوي نفسيتك قوي شخصيتك بالقراءة بالاستغفار بالأذكار بعمل الخير اعمل خير إخواننا اعملوا خير مع بعض يجوز هذه مثل ما كتب أحد الإخوان بالتعليقات قرص الذان للبشرية لكي يصحوا يصحوا من السبات اللي هم عايشين به لأن الإنسان طغى يعني طغى وصارت مثل ما يقولوا عنه صارت بلا ملح صح؟ صح فلا يوجد داعي للقلق ولا يوجد داعي للذعور لأن نحن نتكلم مو عن انفجار نووي ناتج عن رمي قنبلة نووية في منطقتها كنت لا نحن نتكلم عن تسريبات إشعاعية نووية وحتى هي موجودة قبل هذه الأحداث في كل العالم يوجد مفاعلات وتتسرب من هذه الأشياء حتى باليابان أيام ما كان يوجد سنامي نغلق هذه النقطة لا داع للخوف لا داع للقلق ولكن العمل العلم بالشيء أفضل من الجهل بي أمراري خربط بالكلمات لأن صدقا أنا أتكلم لغات أجنبية مو أحملك جميلة يعني أنه لا ولكن أنا يعني شوي أحاول أتنقل الكلمات زين خلنا نتقل للموضوع التالي المهم بالنسبة للدواء اللي يصفو ضد الإشعاع إخواني الكرام يوجد حبوب حبوب معروفة من زمن يعني من زمن معروفة هذه الحبوب هي حبوب يوديد البوتاسيوم وهي مركب من اليود والبوتاسيوم هذا يستعمل أثناء انتشار الإشعاع والخطر النووي لكي لا تتجمع الجزيئات المشعة في الغدة الدرقية وينطصها الجسم وهذه الأمور كلها ولكن إخواني الكرام هذا مو يعني أنك تروح تركض على الصيدليات والمراكز وهذه تخزن هذه الحبوب ليش لأن يوجد دوزات معينة لكل عمر معين هاي أول شيء ثاني شيء يجب أن تصرف رسمي وطبي هاي مو أي واحد يروح يشتريها ويستعملها لأن يجوز عندك صير مضاعفات وانت ما تعلم ولذلك طبعا يوجد مثل هذه الأدوية يوجد مثل هذه الحبوب ولكن يجب أن تكون تصرف بشكل رسمي في بلدك في دولتك وأكيد ما دام أنت موجود في دولة قائمة يوجد وزارة صحة دفاع مدنية مركز التخطيط مركز الطوارئ هي مو يعني سار حول رب رعيها لا يعني يوجد تخطيط ونعمة بالله طبعا ولكن يجب أن يكون هناك تخطيط لهذه الأمور فالدولة تكون من مسؤولياتها صرف مثل هذه الحبوب والأدوية ولا تستعملها بدون استشارة طبية ولا تشتريها عبر وسائل مختلفة غير رسمية لأن سوف تنتشر ظاهرة بيعها عن طريق الإنترنت وتجار الحروب وتجار المصائب دائما موجودون هذه نقطة مهمة وننتقل عن نقطة مهمة من تعليقاتكم يسألوني دكتور شلون نحمي نفسنا وخاصة منطقة الجلد أنا قرأت هذه التعليقات أول شي نأخذ ثلاث حالات الحالة الأولى أنك تكون خارج البيت وصار اللي صار أو صار تدخل على أقرب بيت أو أقرب ملجأ يكون موجود قريب عليك لأن الجدران السميكة والجدران بالشكل العام قدر الإمكان تمتص هذه الجزئات بنسبة 90% هذه أول نقطة أنك تختفي من الشارع أي مكان دق على أي باب قولهم داخلكم أنا وعن نحن ناس متعاونين يعني شعوبنا وكل العالم متعاونين أثناء المصائب ادخل أي بيت ادخل أي ملجأ اتخبى في هذا الملجأ إذا دخلت بيتك مثلا أنت بيتك ودخلت على بيتك ماذا تعمل لا تصيب عيونك لا تصيب أي جزء من وجهك ابدأ بغسل اليدين بماء وصابون عادي صابون ما يكون بكحول وهال صابون عادي اخسل يدين بصابون وماء عادية طبعا قبلها يمكنك يجب أن تنزع ملابسك وتجمعها في كيس نايلون أو كيس بلاستيك وتسكرها أو تغلقها بطريقة وتسدها بطريقة صحيحة بعدها اخسل يديك بشكل جيد جدا بمياه وصابون عادي واخسل جسمك ايضا بهالماء والصابون بس ما تفرق جلدك فرق وتظل تحبك بحالك لا بشكل بسيط هذه النقطة الاولى النقطة الثانية تقول لي دكتور انا صارت عندي حالة يجب ان اخرج اجيب طفلي اجيب زوجتي ما لحقنا نجتمع مع بعض شنسوي في هذه الحالة يجب عليك ان تحمي جميع المناطق الموجودة في جسمك الجلد وجسمك بشكل كامل شلون تلبس غطاء للرأس وعن في دولنا يوجد اخطيات الرأس تلبسها وممكن حتى تتلثم هاي اول نقطة ثانية نقطة العينين تلبس نظارات او مناظر او يعني حتى اي نوع لو شمسية اللي هي تغطي عيونك هاي نقطة ثانية نقطة ثالثة تغطي خشمك ويعني منطقة الانف والثم اذا يوجد عندك كمامة الان 95 ممتاز ما عندك جيب بعض قطعة قماش تكون مبللة بالماء اعطها ولف ولبس عليها الماسك او لف عليها الغطرة وسكر منطقة الثم والخشم النقطة التالية سكر منطقة الرقبة بشال لف على رقبتك نلبس على الكفوف الجلدية او الكفوف النايلون ما نستخدم القطن لان القطن يمتص الجزيئات افضل يكون نايلون بلاستيك جلد ثاني شي نلبس الهدوم او الملابس اللي تكون سميكة البس هدوم شتوية تقول لي دكتور ما عندي انا بدلة مخصصة ضد الاشعاع يوجد تباع بدلة مخصصة ضد الاشعاع وهي الامور كلها البس هدوم الشتوية تكون سميكة البس قمصلة او سترة جاكيت يكون سميك يكون شتوي ومع القفازات او الكفوف الايدين وسيروال او برطرون يكون ايضا سميك مع الجواريب الشتوية سميكة والبوت او حذاء الشتوي يكون ايضا مغطى جميع جسمك هاي شي مهم جدا وقدر الامكان ما يكون من القطن القماش فانت كأنك بالشتاء باوروبا بسيبيريا بروسيا ناقص خمسين غطي كل جسمك واخرج الى المنطقة اللي انت تريدها بطريقة سريعة ولكن بس تعود نفس الشي مثل ما دخلنا البيت اول مرة انزع ملابسك جمع فيه كيس اغلق هذا الكيس اغلاقا محكما ونفس الشي تغسل ايديك وجسمك وحاول لا تصيب عيونك والخشم وثمك هاي الامور كلها يجب عملها هل نستعمل مراهم اشاك اخرى مرطبة لا تستعمل الشي فقط الماء والصابون العادي ما ننسى ان يكون عندك مية كافية من المياه والغذاء على اقل ثلاثة ايام وشي مهم جدا يكون عندك راديو حتى لو بسيط صغير يكون موجود بطاريات في الحلقة القادمة اذا اقدرت اليوم اصورها ونزلها بالنسبة للتهوية في داخل الغرفة على شكل سلايدات ان شاء الله احبوكم بلا هوائلة الحلقة التالية